لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وكان صلى الله عليه وسلم كامل ثقة في الله عظيم الرجاء في نصره وتأيده دائما الدعاء بالصيغة التي علمه الله إياها قال تعالى وقرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وفي طريقه في الخروج تحدث لهم مواجزات ومن تلك أنه مر وفي حالة التعب والجهد مر على أم معبد وهي امرأة كانت في خيمتها تطعم من يمر عليها فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه منها طعاما ليشتروه ولكنها تعتذر لهم بأنه لا طعام عندها فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات عندها وقد أهلك وهي مهلكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبها لبن فتقول لا والله لقد أجهدها الخروج مع الغنم فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشات منها ثم يمسعه على ضرعها ثم يدعو فإذا بهذا الضرع يدر من اللبن فتستغرب المرأة من هذا الأمر وتعلم من خلال خصاله ومن خلال إشراقة وجهه ومن النور الذي ينبعث منه ومن طاعة أصحابه له ومحبتهم له تعلم أن هذا الرجل له مكانة فيحلب النبي صلى الله عليه وسلم الشات ثم يقدمها ويقدم أصحابه على نفسه فيقدمها للمرأة فتشرب ويقدمها لأصحابه فيشربون ثم بعد ذلك يشرب من هذا اللبن ويطلب الإناء مرة أخرى ليملأ الإناء من اللبن ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها فيأتي زوجها فيرى اللبن في بيته ويستغرب من هذا الأمر الشات مجهدة لم تستطيع أن تخرج لأنها على الهلاك على وشك الهلاك فيسألها من أين هذا اللبن فتقول مرة علي رجل هذه صفاته ثم تذكر من الصفات اللائقة بهذا النبي الكريم فيقول والله هذا هو الذي يسأل عنه قريش ولو كنت هنا لصحبته في السفر سراقه بن مالك كان ممن لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بترغيب من قريش لأجل القبض عليها فلما تقاربا من أبي بكر ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر من شدة حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسبق إلى الأمام ومرة يتأخر مرة يذهب إلى اليمين ومرة يذهب إلى الشمال ومقصده في ذلك يقول يا رسول الله إن قتلت أنا فأنا وبكر أقتل أما أنت فأنت رسول الله لتبلغ دين ربك ما هو إلا أن أقبل سراقه فإذا بساقي وقدميها فرسه تغور في الأرض تغوص في الأرض فإذا به يعلم أنه أمام آية ومعجزة ويطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدعو له ويكف ويرجع بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم انبشره وقال كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى يا للعجب أنت خارج يا رسول الله يا محمد بن عبد الله من مكة خائفا تترقب وقد أدركك الحزن على تركك لبلدتك وتقول في هذه اللحظات تعده بشيء عظيم لإحدى كبريات الدول في ذلك الوقت وأحد سلاطينها وملوكها يأمر أبا بكر الصديق أن يكتب له كتابا ثم يعود سراقة خرج في الصباح وهو يريد التخلص منهما ويطلبهما ويرجع في المساء وهو حارس لهم لأنه وعدهما بأن يرد الناس عنهما فيرجع سراقة وتمر الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يأتي إلى فتح مكة وإذا بسراقة يأتي إليه ويرفع الكتاب بين يديه يا رسول الله أنا الذي كتبت لي الكتاب أنا سراقة بن مالك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت في أمان ونحن أوفياؤنا بيعودنا ثم بعد ذلك يعلن إسلامه وتمر الأيام مرة أخرى فإذا في أهد الفاروق عمر رب الله عنه هذا الذي نزلت آياته وفق رأيه هذا الصاح هذه الخليفة العظيم يأتي بعد أن يغزو بلاد فرس ويأتي بسواري كسر إليه من هناك يأتي إلى عمر في المدينة فيأتي بالسواري ويلبسها لمن لسراقة فينفذوا أو فيأتي بشر النبي صلى الله عليه وسلم معجزته وإذا بهذا الأعرابي يلبسوا تاج كسرى تاج كسرى ويلبس سوار كسرى وينظر إليه عمر بن الخطار رضي الله عنه ويضحك ويقول أنت تلبس الآن تاج هذا الرجل هذه المعجزات ومعجزات أخرى يحصل النبي صلى الله عليه وسلم وكلها دليل على حماية الله لهذا النبي العظيم وليقامة هذا الدين وشري الله ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم سالما إلى مدينة حيث نزل في قباء وأسس مسجد قباء ثم واصل سيره إلى المدينة فدخلها والتف من حوله العنصار كل يمسك زمام راحلته يرجو النزول عنده فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة فلم تزل راحلته تسير في فجاة المدينة وسككها حتى وصلت إلى مربد لغلامين يتيمين من بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل إن شاء الله وجاء أبو أيوب فاحتمل الرحلة إلى بيته ثم اشترى صلى الله عليه وسلم المربد وأسس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي توالت عليه التوسعات كما عمل على المؤاخات بين المسلمين عامة والمهاجرين والأنصار خاصة وتمت كتابة وثيقة حددت نظام الحياة فيما بينهم وأوضحت علاقتهم مع غيرهم بصورة عامة عن جنادة ابن أبي أمية رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر